طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله بعدما شاهدنا القمر الدموي في مصر وعديد من الدول وشاهدنا الرياح الحمراء وشاهدنا السماء الحمراء هل سنرى الفترة القادمة آية الدخان ما السبب في هذه الظواهر الغير طبيعية والغير تقليدية تعالوا معي في هذه الحلقة بإذن الله نتكلم بشيء من التحليل والتفصيل عن هذه الظواهر هل اقتربت آية الدخان؟ هل نجم الآيات أو النجم الطارق على وشك أن يصل إلى الأرض؟ أسئلة كثيرة وتحليلات كثيرة سوف تشهدها الفترة القادمة خاصة أن الناس بدأوا يستشعروا أن الكلام النظري انتقل إلى التطبيق العمل يعني بقلنا فترة طويلة بنتكلم عن أحداث سوف تحدث كلام كله على الورق أما الفترة الماضية وبالتحديد من بدايات عام 2022 وبالأخص آخر شهر بدأنا نرى أحداث كونية غير تقليدية أيضا على الجانب الآخر لكي تكتمل أمامك الصورة بدأنا نرى أحداث على الجانب اللي الناس بتسميه الجانب السياسي ما بين الدول رأيناه يأخذ منحة خطير قرارات وتطورات وحروب حدثت وحروب على وشك أن تحدث مرشحة أن تحدث هذه الصورة تعطينا تصور أن الفترة القادمة القريبة سوف تشهد حدثا حاسما واضحا للجميع زي ما تكلمنا وشرحنا في حلقات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العالم سوف ينقسم آخر الزمان إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه لكي يحدث هذا التمايز ما إحنا قاعدين في حالة من الشد والجذب وبنحاول أن نفاهم الناس وفي ناس لا تريد أن تفهم في ناس تريد كأنها تتعمد أن تلتحق بمعسكر النفاق رفضين تماما ومشيين على مبدأ التشكيك والإنكار وهذه اللعبة إنجاز التعبير لعبة معروفة إن هو يوهمك أنك في عالم آخر وعالم موازي وتتكلم بأمور ليست على أرض الواقع لكي تلتحق معه في معسكره معسكر النفاق معسكر الدجال هذا الصراع وهذا السجال ما بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق في ناس ما بين البنين ما زالوا لسه في هذه المرحلة يعني لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء الفترة القادمة لابد من حدوث ظاهرة كونية واضحة حاسمة لكي يحدد الجميع موقفه هذه الظاهرة من استقراء للأحداث لابد أن تكون ظاهرة كونية واضحة رسالة من عند لا يستطيع أحد أن ينكرها حتى المنكرين لا يستطيعوا أن ينكرونها لأن للأسف في ناس الشعار بتاعهم عارض منطرنا كما جاء في القرآن أي آية من الآيات والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفة طيب مين اللي يخاف أهل الإيمان اللي فيه رجى منه اللي يرجى منه أنه يتذكر الله يقول وما يتذكر إلا من ينيب فلما تتابع معايا الأحداث التي حدثت الأيام الماضية اللي هما بيسموها الظواهر الطبيعية وهي ليست طبيعية بالمرة والتقلبات المناخية كل هذه الظواهر ناتجة من اقتراب النجم الطارق من الأرض ويتسبب ذلك في كل ما نرى من أحداث غير طبيعية وغير تقليدية أنت عندك دلوقتي في مصر على سبيل المثال هل رأيت في عام من الأعوام أن أرمنا نخلص شهر خمسة ولسه ما دخلش فصل الصيف بل أن المرشح الفترة القادمة كما يعني هتلاقي خبر في الأرصاد الجوية في مصر أن في موجة باردة وارجعوا تقلوا من جديد وإحنا دخلين على فصل ستة اللي هو فصل الصيف رسميا بيبدأ من شهر ثلاثة وإلى الآن لم نصل لمرحلة فصل الصيف لكل هذه التقلبات والتغيرات بفعل اقتراب النجم الطارق من الأرض طبعا هما بيرجعوا الأسباب لأمور بعيدة كل البعد عن الواقع يعني بيجيب لك العرض مش بيجيب لك السبب الرئيسي يعني فيه ارتفاع في دراضات الحرارة في أماكن فيه موجات باردة في أماكن حارة فيه احترق للغابات في أوروبا كل الكلام ده احنا شايفينه فيه تجمد في أماكن وفيه انصهار لسلوج في أماكن أخرى طيب ادونا السبب الحقيقي والسبب الرئيسي لهذا الأمر الاختلال الاختلال ده ايه سببه؟ عندك القطب الجنوبي لأول مرة منذ مئات السنين تلاقي جبال من سلج بتنصهر ايه السبب؟ ايه الحصر؟ السبب هو اقتراب نجم الآيات من الأرض هو العامل كل هذه التغيرات الكبيرة جدا فإذا الفترة القادمة والله أعلم ستشهد حدثا كونيا كبيرا أظن هو النجم الطارق طبعا كلنا عارفين أن النجم الطارق سوف يتسبب في حدوث آية الدخان اللي ربنا ذكرها في القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وصورة الدخان تبدأ بدايتها أول صفحة فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين والله يختم الصورة فارتقب بارتقاب بدايتها انتظار طيب مين يرتقب الله يقول في القرآن بل هم في شك يلعبون عارف يعني إيه بل هم في شك يلعبون هو ده اللي حاصل في هذه الفترة عبث واستخفاف بالعقول وتلاعب بالحقائق وإنكار لحقائق واضحة يعني حتى وكالة ناسة التي هي أول من تكلمت عن النجم نجم نبيرو تبقى للمصطلحات بتاعتهم أو نجم الآيات سرعان ما أنكروا هذا الأمر والأسباب معروفة واستعرضنا في يعني في عدة حلقات ولكن دعونا نقول لن يستمر هذا الإنكار كثيرا عارف من ضمن أسباب تقديرات ربنا سبحانه وتعالى الله عادل حكم عدل سبحانه وتعالى من أسمائه الحكم العدل من أقوى أسباب حدوث أو اقتراب أو تحقق الناس من الآية الكونية القريبة بإذن الله اللي هي النجم الطارق وما يتبعه بعد ذلك من آية الدخان علشان خاطر لما يظهر الإمام المهدي بعدها تكون الحجة أقيمت على المنكرين وعلى المشككين ما يقدرش حد إنه هو ينكر يعني سبحان الله في بعض من الناس يريدون ألا يظهر الإمام المهدي لأسباب سازجة اختاروا الذي هو أدنى وتركوا الذي هو خير واحد عايز يكمل بناء بيته واحد عايز لسه لم يتزوج واحد آخر لسه ركنوا إلى الدنيا تيجي تسأل واحد تقوله المهدي ولا الملك فلان يقولك لا الملك فلان لله في خلقه شؤون سبحان الله في ناس ما تعرفش الكتالوج بتاع دماغها شكله إيه سبحانك يا رب فلكي أجمل الكلام ولا أطيل عليكم الذي نرى في هذه الأيام في الأيام السابقة أحداث غير تقليدية ستؤدي بنا في النهاية ما هو مش تفضل الحكاية ماشية كده لازم في نهاية للموضوع كل شيء لي نهاية ستؤدي في النهاية إلى الحدث الكوني الكبير الذي لا يستطيع أحد أن ينكره مؤيد أم معارض يعني كانت هذه إطلالة سريعة جدا وقبل أن أختم أيها الأحباب اوعى التفاصيل تخدك وتنسى الخط العريض إحنا كل هدفنا أن نكون مع معسكر الإيمان إحنا كل هدفنا أن نكون من أنصار الإمام المهدي أعيز أعمل حلقة أتكلم فيها عن الخسران المبين لمعسكر النفاق أو الناس اللي هتهوى في معسكر النفاق على غير إرادتهم بل من كسب سعيهم ومن كسب أيديهم ولكن كل أملنا أن في معركة الوعي اللي بنخضها أكبر عدد من الناس اركب معنا يركبوا معنا في سفينة النجاة ويلتحقوا بمعسكر الإيمان ولذلك في الأيام اللي جاية دي لو أنت العبادة بتاعتك معدلها مية في المية عايزين تبقى متين في المية لو بتقرأ جزء من القرآن بجزءين لو ورد الاستغفار بتاعك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زود الضعف المرحلة القادمة مرحلة خطيرة جدا عايزة هذه المرحلة الزاد والله يقول في القرآن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هو ده طوق النجاة ناس كتير بتبعت لنا إزاي نلتحق من معسكر الإيمان افتح المصحف اقرأ اقرأ ايتين صلي ركعتين في جوف الليل بقى معقول هو ده إلا يخلينا ننجو آه طبعا هو ده إلا يخليك تنجو أول ما يظهر الأعور لن تستطيع أن تقرأ على جبهاته كفر أو كافر إلا إذا أنار الله بصيرتك والبصيرة المقصودة هنا هو مش النور بتاع العين البصيرة نور الإيمان الذي ذكره الله في محكم آياته سبحانه وتعالى يعني مش عايز أطيل عليكم أكثر من ذلك إن شاء الله بعد قليل تابعوا حلقة تأويل الرؤية بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة